يقدم خدمات الناس الأولادة والذكورة العلاج عندنا بأحد أسطور العلاج وكمان فيه سهولة للوصول لمكان زريتي احنا قريبين من أبو الريش من كلية الصيدلة وكمان على كورنيش المعد اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بيكو في بنامجكو الأسبوعي زريتي انا دكتور واقل صالح بسعد بلقائكو علشان نتكلم على مشاكل من المشاكل المهمة اللي بتواجهنا في مجال أمراض النساء والولادة ونسعد طبعا بتلقي كل اتصالاتكو الهاتفية اللي هي ممكن تكون عن أي أسئلة مهمة بالنسبة لي حضراتكو سواء في الموضوع بتاع الحلقة أو في أي مواضيع تاني النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو السن وعلاقته بفرص الحمل وإذا ربنا سبحانه وتعالى يعني يتكرم علينا ويحملنا ايه بعض المشاكل اللي سريعا كان ناخد بالنا منها أثناء الحمل طبعا هنبتدي كلامنا بحكاية أعتقد أن كتير من حضراتكو يعني يعرفينها بس التكرار بتاعها لطيف لأن هي قصة لطيفة جدا الطفلة الصغيرة أول ما بتتولد ربنا سبحانه وتعالى بيتكرم عليها بحوالي نصف مليون بوايضة موجودة جوا جسمها يفضل العدد ده يقل تدريجيا طول ما الطفلة دي بتكبر بين لحظة ما تتوالد لغاية ما توصل لي سن البلوغ وعند سن البلوغ بيبقى تقريبا عند الأنسة حوالي 50 ألف بوايضة موجودين داخل المبيضين بعد كده العدد ده بينقص تدريجيا نتيجة للتبويض اللي بيحصل مرة كل شهر ويفضل يقل لغاية ما يختفي تماما عند سن اليأس أو سن انقطاع الدورة الحقيقة أن كل شهر السيدة أو الأنسة ما بتستهلكش البوايضة الوحيدة اللي هي بتكبر لكن بتستهلك عدد أكتر من كده من البوايضات لأن احنا عندنا كل شهر عدد كبير من البوايضات بيحاول أن هو يبتدي يكبر لغاية ما واحدة بس من البوايضات دي هي اللي تقدر تكبر ويتكمل لي الحجم بتاع التبويض لكن كل شهر في عشرات البوايضات اللي هي الجسم بيفقدها أثناء العملية دي فالطريقة دي في أن الجسم بيطلع بوايضات كتيرة واحدة منهم هي اللي بتكبر وتقدر تكمل لي الحجم المطلوب بينتج عنها أنه العدد ده يقل تدريجيا لغاية ما ينتهي تماما عند السن بتاع انقطاع الدورة وزي ما كنا قلنا قبل كده في أكتر من حلقة أنه الدورة الشهرية اللي بتحصل لي السيدة أو الأنسة دي نتجه عن العملية بتاعة التبويض بمعنى أنه الدورة الطبيعية عادة بتكون دليلة على وجود تبويض طبيعي فعلشان الظاهرة دي أو علشان الموضوع بتاع التبويض وعلاقته بالسن كلنا عارفين أنه في علاقة مهمة جدا ما بين السن بتاع الزوجة وما بين فرص الإنجام وفي نفس الوقت في بعض الحاجات ننخلي بالنا بينها عند السيدات لما ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليهم بالحملة إذا كان سنهم متقدم شوي أول حاجة نلاحظها في الموضوع بتاع العلاقة ما بين السن وفرص الحمل أو الحمل لأنه السيدات اللي بيكون سنهم أقل من 25 سنة دول بيكون عندهم أفضل أنواع البويضات اللي بينتج عنها أنه لقدر الله فرص المشاكل بتاعة الفئة العمرية اللي هي أقل من 25 سنة بتكون أقل بكتير جدا من الفرص بتاعة لقدر الله المشاكل في الفئة العمرية الأكبر وبالتالي برضو إحنا كدكاترة بنبقى دايما مدين وقت أكتر بكتير للسيدات اللي بيكون سنهم أقل من 25 سنة فإن إحنا نقدر نجرب معاهم طرق كتيرة لمساعدة الإنجاب ونديهم فترة أطول لمحاولة الحصول على طفل بدون ما نلجأ ليه حاجات مساعدة لفترة طويلة جدا وإحنا برضو عندنا قاعدة أساسية جدا في طب النسا واللدة وهو أنه الزوجين اللي بيكون سنهم صغير بننتظر عليهم فترة سنتين قبل ما نبتدي نكون أكتر تصميما أو نحاول أن نعمل لهم حاجات أكتر علشان نساعدهم على زيادة فرص الحمل بإذن الله لكن الحكاية دي بتتغير كتير جدا في الفئات العمرية الأكبر السيدات المتزوجات اللي بيكون سنهم ما بين 25 سنة لغاية 35 سنة لازال بيكون عندهم فرص تبويض ممتازة ففي الحالات بتاعة الأزواج اللي بيكون عمر الزوجة فيها ما بين 25 ل 35 سنة بنكون برضو يعني عندنا القدرة على أن احنا ننتظر بعض الوقت علشان ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليهم بالحم لكن في بعض الأوقات ما بننتظرش لفترة السنتين كلهم لكن بنبتدي أن احنا نعمل فحصات أكتر أو أشاعات أكتر أو حتى نديهم علاجات أكتر بعد مرور سنة واحدة بس على الجواز هنرجع نكمل الموضوع المهم ده لكن بعد ما ناخد الاتصال الهاتفي من مدام هدى وعليكم سلامة حركاتو حديثك أنا عامي 39 سنة أيوة ايوة زوجي منتزوج قبل كده وعنده طفلين أيوة حديثك هو أنا بقلق أربع شخص طبعا ما حصرش أي حم أيوة عملت رفت الدكتورة وتبعتك الشهر التاني والإيس بعد نوعه بدا فراحت عملت علي منظر مهبالي أيوة وقالت لي فيه تكايف بسيط منظر مهبالي ولا منظر بطن ومنظر مهبالي يا مدام هدى أصرار مهبالي تقريبا تمام واحد مهبالي والتاني اللي قالت فيه تكايف واحد مهبالي واحد ثلاثة وبوين ثلاثة تمام أنا قلت لها إن أنا كنت من سنة 2008 بعاني من بعض الدم بيندر من الصورة في الثاني أو ثالث يوم للدور أيوة وبصراحة يعني كنت يعني محدش فصار علي وعرفت إن ده ممكن يكون بطنة راح المهاجر تمام الحقيقة بقالها سنة من قبل الزواج مختفية الموضوع ده يمكن جات مرة أو مرتين تمام لكن فضيقت إن شهر ده ساعة دورة جات اليوم الخامس أو السادس بعد النقط القليل تمام الدكتورة كانت أخر مرة كنت عندها ما قالت ليش خالص يعني ما يقفنا على موضوع الدم ده بس أقولي الحمد لله زي ما راح زي ما جاه يبقى حلاص يتيجي بعد ثلاث شهور كمان يعني ثلاث شهور من الزواج بتيجي ناخد من نشطات طيب ممكن سؤالين مهمين يا مدام هل بتيجي نحضر لك أبدا المنشطات ولا بتيجي نعالج الموضوع ده وقت مبداي تمام ممكن سؤالين مهمين بس يا مدام هده هل البروت بتاعت حضراتك منتظمة وهل بتيجي بواجع شديد جدا لا 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 خالص ما عنديش واجع بس أثناء يعني الآلم اللي بيجي في الفرة كان أحيانا بيجي لآلم كأنه بالضبط حاجة حضراتك كأنها قماشر تتشد من نحن تيني تمام ده بس وقتها لكن أنا عمري بديجي لآلم في الدورة تمام تمام حضراتك هل هو ممكن فرص الحمي المجهاري تبقى وارد ده حضراتك بزينا بتتكلم عن عامل سبينت هل ده بيقى تلحفة فرص الحمي المنهاجهاري ولا بتيجي في المنشطات حضراتك أقول له حضراتك حالي تاني أنا عندي تاريخ عائلي في الكنسر تمام هل المنشطات ده ممكن تأثر على الموضوع لا خالص بس هنهم من أنواع الكنسر أو السرطان حضراتك متنوعية في ترست وفي بونز وفي أماكن كتير في عضنه كلهم من حيط العائية عندي وكلهم في سننا أكبر شوية أخذهم خالة وخالة أخت و أم عادة السن بيكون فوق الاربعين سنة أو تحت الاربعين سنة فوق الاربعين سنة فوق الاربعين سنة أو الاربعين السيدات كلهم فوق الاربعين في واحدة أربعين واحدة خمسين واحدة ستين والرجالة كلهم فوق الاربعين الاخر 500 تمام في اي حاجة تانية مدام هنا هل في فرص حن وردة هل حركة عملتي تحليل مخزون التبويض لا ما طلبتش مني اي حاجة لست نستنى كمان ثلاث شهور بالبعض الزواج ونشوف كده إذا حصل طبيعي ولا لا ولو كده ستدي منشطات بس ما كانش وقتها ظاهر فكرة البطانة المهاجراتي لكن انا ما اعتقدش ان حركة عملتي من نظار بطن ومن نظار رحني اعتقدت حركة عملتي صنوار مش كده؟ اه بالضبط تمام تمام طيب انا استقى اتفضلت تمام طيب انا استاذ انها تسمعي حركة تسمعي الرد بعد اذن حركة من التلفزيون اذا كان ممكن نشكر مدام هدى على الاتصال والحقيقة ان مدام هدى يعني فتحت لنا اكتر من نقطة مهمة انا هرد على الحالة بتاعت مدام هدى بالتفصيل جدا لكن بعد ما ناخد الاتصال الهاتفي التاني اه مدام فاطمة السلام عليكم ايوه ايوه مدام فاطمة سلام عليكم انا يا دكتور اه كنت عامل مطابعة التبويد يعني اللي مور اخدت المنشيطات كتير لمدة السنة تمام اه فقط كان بيتل على التبويد كويس صراح بالسبب المنشيطات اه ورحت الدكتور اه الشهر اللي فات دوت قال لي انا عايز اعمل مطابعة التبويد من غير المنشيطات خوض اه فعلا دفطله اليوم الحداشر من الدورة اللي هو مدارح وقال لي اه ان انا عندي التبويد طبيعي وكل حاجة من غير المنشيطات بس البويدة عندي فاق يعني مش شكلها مستليم تمام اه فبعدين كنت عندله تحليل هرمون اللبن طلع تلاتين اهه اه وقال لي الشهر الجاه هيديني المنشيطات يعني حقا تحس ادى لحضرتك هلاج ادى لحياك هلاج الهرمون اللبن يا مدام فاطمة اه مدين اللي هو خمسة وستيسة وغير اللي هو خمسة وستيسين ده تمام اه خلصت منه بويدين اه في حاجة كمان يا دكتور اه كان عندي يعني في ده فترة كنا بيقولوله ان انا عندي رحم متعلق من الولادة الاولانية يعني اطرافها فهو كشف عليها لسا لا اه مش مفاوة حاجة بس عمال لي حاجة وابدل عمال لي توسيع وازاي خربشة في الراحم كده في فنت الراحم تمام كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس يعني خربشة دي ممكن يعني انا دلوقتي في ايام التبويض تمام يعني هيحصل جميع متلا ممكن طيب يعني هو الاسف لاتصالة قطع بتاع مدام فاطمة مدام فاطمة انا يعني الحمد لله ما عنديش حاجة تخليني اكون الان قوي على الحالة بتاعت حضرتك اعتقد ان المواضيع اللي عند حضرتك ان شاء الله بسيطة واعتقد انه الدكتور او الدكتورة اللي بتابع حضرتك يبدو ان هم ان شاء الله بيعالجوا الحاجات البسيطة اللي زي زيادة في هرمون اللبن او احتمالي يكون الدكتورة او الدكتورة عمل وعبرية توسيع بسيطة في عنق الرحم واعتقد انه ان شاء الله اذا حرك اخدتي تنشيط للتبويض كويس لفترة كويسة وتابعنا الموضوع ده والتبويض بتاع حضرتك كان كويس اعتقد انه ربنا ان شاء الله يعني يكرمنا ويحصل حمل ارجع تاني الحقيقة اللي تصال التريفوني الاولاني بتاع مادام هودا لانه الحقيقة لمس على اكتر من نقطة مهمة هو بالنسبة للحالات اللي زي الحالات بتاع حضرتك يا مادام هودا اولا طبعا الاحتمالية بتاع وجود بطانة مهاجرة لازم نعرف زكريات موجودة ولا لا تماما في حالات ندرة جدا الحالات دي بنكتب عليها اصلا زي ابحاث على الحالات دي من كتر ما هي ندرة اللي بيكون فيها بطانة مهاجرة موجودة داخل السورة او حتى بطانة مهاجرة في بعض الحالات الندرة جدا اللي يمكن فيه حالتين تلاتة اتكتبوا فيه الابحاث بتاعة النساء اولادة على مستوى العالم اللي بتكون البطانة المهاجرة موجودة داخل العين لدرجة انه السيدة دي نتيجة لوجود البطانة المهاجرة داخل العين اثناء فترات التبويض او فترات الدورة ممكن البطانة المهاجرة دي تعمل زي دموع من الدم اللي هي طبعا يعني علامة على وجود البطانة المهاجرة دي فيه اماكن غريبة جدا داخل الجسم فبالنسبة لنا مادام هودا انا اعتقد ان حالة زي حالة حضرتك بالنسبة ليه السن وبالنسبة حتى ليه فرص النجاح نشوء الله بتاعة الحقن المجهري هنكون محتاجين ان احنا نعمل لحضرتك حاجة اسمها صنار سلاسي الأبعاد مش الصنار العادي اللي هو بيتعامل فيه عيادتنا كتكاترة أمراض ناسها أولادها لكن في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نحول المرضى لأماكن متخصصة فيها الصنار سلاسي الأبعاد أو في بعض العيادات بيكون عندهم حاجة اسمها صنار سلاسي الأبعاد اللي بيقدر يدينا فكرة كويسة عن وجود أكياز دمواية داخل المبيضين أو وجود أي حاجات داخل الحوض اللي ممكن تشككنا أنه في بطانة مهاجرة في نفس الوقت برضو أعتقد أن حركة استفيدة جدا من أن احنا ممكن ناخد يعني معينة من الحاجة اللي هي بتنزف داخل السرة لو كانت بينها أو ممكن نعمل منظر بطن ومنظر رحمي لحضرتك سواء كجزء من التحضير لعمليات الحقن المجهري أو حتى علشان نشوف إذا كان في بطانة مهاجرة هتحتاج أنها تتعالج قبل ما نجرب مع حضرتك الحقن المجهري هيكون برضو مفيدة أن حركة تعمل لنا تحليل اسمه C-A125 C-A125 ده تحليل من تحليل دلالات الأورام بيزيد شوية في الحالات اللي بيكون عندها نشاط للبطانة المهاجرة فإذا لقناه عالي ده لي معاني كتير قوي يعني ما بيشخصي البطانة المهاجرة لكن ممكن يدينا بعض الفكرة أنه فيه احتمال أكبر أن يكون فيه بطانة مهاجرة وفي نفس الوقت بعد العلاج اللي هو ممكن يتعامل به المنظر إذا كان فيه أجزاء من البطانة المهاجرة دي موجودة داخل البطن أو داخل التجويف بتاع الحض وبعد علاجها إذا كان فيه حاجات زاكنة موجودة المفروض أن C-A125 أو التحليل بتاع الدلالات الأورام دي بتقل جدا فبساعدنا برضو أن نكون عاملينه من قبل العمليات بحس أن نحن نقدر نلاقي أنه النسبة بتاعته قلت بعد العلاج بعد ما حضرتك تعمل الحاجات دي هيكون مفيد قوي أن نحن نعمل تحليل المخزون بتاع التبويض فيه احتمال بسيط لو حرك عملتي التحليل بتاع مخزون التبويض دلوقتي أنه يكون زايد عن الطبيعي نتيجة لوجود البطانة المهاجرة فبعض الحالات الأوليالة البطانة المهاجرة ممكن تزود شوية من النتيجة بتاع المخزون بتاع التبويض فإذا عملنا التحليل وكان عالي شوية ممكن ده ما يبقاش ناتج عن وجود بوايضات أو تبويض لكن ناتج عن أنه فيه زيادة على البوايضات أو التبويض بتاع حضرتك زيادة عليهم فيه بعض البطانة المهاجرة فأنا أفضل أن حضرتك نتأكد إذا كان فيه بطانة مهاجرة أو لا عن طريق منظر بطنه وفي نفس الوقت منظر رحمي المنظر الرحمي مالوش علاقة بالبطانة المهاجرة لكن هو جزء إيمان التحضير للحقن المجهري الاحتمال أن نلجأ إليه بسبب عامل السنف بدل ما حالة زي حالة حضرتك تتبنجي مرتين يكون البنج مرة واحدة بس لنقطتين دول من ضمن بعض الحاجات اللي حراك سألتي عليها الفرص بتاعة لقدر الله وجود أنواع عائلية من الأورام أو الكانسر زي ما حضرتك تفضلتي في بعض الحالات اللي بيكون فيها فعلا السرطان مشكلة بتحصل فيها عائلات معينة السرطان بتاع السادي السرطان بتاع القولون الحقيقة هما بينهم علاقة وفعلا بيزيدوا في بعض الأعوات في بعض العائلات الحالات اللي بنشك فيها أنه فيه احتمال أن السرطان يكون ماشي فيه عائلات بنحتاج أن احنا نرسم لها حاجة اسمها شجرة العيلة الرسم بتاع شجرة العيلة ده وبعد كده احتمال ناخد بعض التحاليل بتاعة الجينات الحاجات دي بيعملوها الدكاترة بتوع الجينات وفيه كمان وحدة متخصصة في النوع ده من المشاكل المفروض أنها موجودة في المركز القومي للبحوث الوحدة دي من أحسن الوحدات اللي بتتعامل مع مشكلة الأمراض الجينية وممكن أن حضرتك سواء تلجائي لحد من الدكاترة بتوع الوحدة دي أو في بعض الدكاترة اللي هما متخصصين في النوع ده من المشاكل زي بقول الحركة بيرساموا الشجرة بتاعة العيلة وبيعرفوا أنواع الأورام بالضبط والسن اللي حصل فيه كل ورم وبيرسموا الخريطة دي وبيحددوا بعد كده إذا كان فيه احتياج أن ناخد تحاليل معاينة للجينات بعض التحاليل دي بتعمل في مصر بعض التحاليل دي بتعمل بر مصر يمكن إذا كان واضح من الطريقة بتاعة كلام حضرتك أن حضرتك يعني التعليم بتاع حضرتك عالي يمكن حتى كان فيه حديثا جدا الحالة بتاعة واحدة من أشهر الممثلات الأمريكيات اللي هي أنجلينا جولي قال لي استقصلت السادية على النحيتين نتيجة أنه كان فيه مشكلة أورام موجودة داخل العائلة بتاعتها فهي علشان تحسن التوعية بالنوع ده من المشاكل اللي هي المشاكل الأورام في العائلات عملت الموضوع ده ويمكن تكلموا عليها كتير في المجلات والجرائد الأجنبية في الفترة اللي فاتت ففعلا الموضوع ده أعتقد برضه أنه مهم جدا أن حدرتك تعرفيه سريعا لأنه إذا كان لقدر الله فيه زيادة فعلا فيه فرص المشاكل اللي من النوع ده هيكون مفيد أن حضرتك طبعا تعرفيه سريعا علشان إذا كان فيه أي قرارات حضرتك هتخذيها بعد كده يعني يبقى معروف الأبعاد بتاعت الموضوع فعلشان ألخص لحضرتك الكلام مرة أخيرة أعتقد أنه ده كترة الأمراض بتاعت جنات ممكن يرسمون لنا شجرة العائلة وإذا كان فيه احتياج لبعض التحليل للأورام اللي هي بتتنقل في العائلات ده يكون شيء مفيد جدا بالنسبة ليه فرص البطانة المهاجرة طبعا من الكلام بتاع حضرتك احتمال يكون فيه فرص حاجات زي كده وخصوصا إذا ما كنتيش أخدتي عينة من الحاجة اللي هي بتنزف فيه السرع أثناء بعض الأوقات بتاعت المنزار بطنه ورحمي وبعد كده نعمل أثناء أنه لما لقدر الله بيحصل تسمم حمل فيه الحمل وخصوصا إذا كان الحمل الأولاني بيكون فيه فرصة بسيطة حوالي 5% أنه لقدر الله تسمم الحمل ده يحصل بعد كده فيه المرات التانية من الحمل إحنا عندنا بعض الحاجات اللي هي بتقلل شوية صغيرين لكن مش بنسبة 100% فرص تكرار تسمم الحمل في المرات السيدات اللي حصل لهم قبل كده تسمم حمل كلهم بيمشوا على إسبرين أطفال من أول يوم يعرفوا أن هم حوامل فيه وفي بعض الحالات اللي زيادة على إسبرين بتاع الأطفال بنزود لهم الدواء اللي هو بيزود أو الحقن اللي هي بتزود سيولة الدم اللي بتتين دول لقينا أن هم بيقللوا شوية مش بنسبة 100% لكن شوية فرص لقدر الله تكرار تسمم الحمل طبعا بعد كده إن شاء الله لهم حركة تحملي زيادة على الحاكتين دول لازم حركة تتابعي الضغط بتاعي كويس جدا أنا بنصح كل المرضى بتوعي اللي بيكون جالهم قبل كده تسمم حمل إن هم يشتروا جهاز ضغط ديجتال أو جهاز ضغط إلكتروني من هم ممكن يحطوه مباشرة على إيديهم ويقيسوا الضغط بتاعهم مرة أسبوعيا بحيث إن احنا نكتشف بدري مشاكل من النوع ده برضو تحليل حمض اليوريك أو اليوريك أسد ده من التحليل اللي بتورينا بدري جدا الزيادة بتاعت الاحتمالات بتاعت تسمم الحمض فهيبقى مفيد جدا إن حضرتك بعد الشهر السابع تعمل لنا تحليل حمض اليوريك ده مرة كل أسبوعين أو ثلاثة بحيث إن احنا نتبع النسبة بتاعته إنه لقدر الله يسمه قبل سن 34 أسبوع يستحسن إنه وقائي الكورتيزون اللي هي بتحسن من كفاءة الرئة لو لقدر الله احتاجنا نقود حضرتك بدري ونكون عاملين حسابنا إن احنا نولد فيه مستشوى فيها حضنات وفيها طأم ده كثرة أطفال كويسين لو لقدر الله حصل ضغط حسابهم حمله فجائي واضطريننا نحنا نولد حضرتك بدري يكون ده يعني اختيار موجود داخل مستشفى مستعدة لأمل الأطفال المبتسرين وطبعا نتمنى إن شاء الله ده ما يتكرشي وإن شاء الله الحمل اللي جاي بتاع حضرتك يكون بدون أي مشاكل الحقيقة إنه في الحالات اللي ما بنشكش إنه فيها مشاكل مش زي حالة الأخت اللي اتصلت بيها لإنه إحنا هنا يمكن يكون عندها شك أكبر شوية إنه فيه احتمال كل حاجة سليمة وإنه كل حاجة ما فيهاش مشاكل تماما بنسيب فعلا الأزواج دول فترة لحشة للطبويد تنشيط الطبويد ده بيضاعف من الفرص بتاعة الحمل الشهرية عند أي زوجين فمن الحاجات الممتازة جدا إنه نعملها في الحالات اللي هي بيبقى سنها يمكن يكون زاد شوية بحيث إنه نحنا ندي الزوجين فرص أكتر شوية للحمل طبعا التحليل بتاع مخزون الطبويد ده تحليل يعني حديث نسبيا بقى له سنين قليلة قوي يمكن دخل مصر من سنين قليلة برضو من الحاجات اللي بنحب إنه نعملها عند أي زوجة سنها أكتر من 37 سنة بحيث إنه يدينا فرصة إنه نحنا نعرف إذا كان يعني الاستعجال ده جديد قوي أو ممكن ننتظر بعض الوقت مع فرص الحمل هنرجع نكمل كلامنا لكن بعد ما ناخد الاتصال هاتفي مدام فاطمة راجعت تاني أهلا وسهلا مدام فاطمة ألو طيب يبدو إن الاتصال تقطع مرة تانية للأسف نرجع نكمل تاني كلامنا عن إحنا تكلمنا عن التحليل بتاع مخزون التبويض إحنا نقدر نعرف مخزون التبويض عن طريق حاجتين الحاجة الأولانية هي التحليل اللي بيتاخد من الدم اللي ملوش أي علاقة بالدورة الشهرية فنقدر نعمله في أي يوم من أيام الدورة الشهرية بتاعة السيدة والحاجة التانية اللي بنعملها برضو هي إن إحنا نشوف عدد البويضات الصغيرة اللي موجودة داخل كل مبيض في الأربع أيام الأولى من الدورة زي ما قلنا إنه في عدد كبير قوي من البويضات بيحاول إن هو يكبر في بداية كل شهر قبل ما بويضة واحدة بس من كل البويضات دي تسبق بقية البويضات وتكمل لغاية ما تكون البويضة كبيرة اللي هي هتعمل التبويض بتاعنا بنقدر نشوف عدد البويضات الصغيرة اللي موجودة على كل ناحية وده برضو بيدينا فكرة عن المخزون بتاع التبويض عند السيدة ومن الحاجات المفيدة جدا إن احنا نعملها في بعض الحالات اللي بنيديها تنشيط للتبويض ونلاقي إن الاستجابة بتاعتها قليلة جدا برضو الحالات دي بنشك فيها إنه المخزون بتاع التبويض ممكن يكون قليل شوية وعلشان كده بنطلب منها حتى لو كان سنها صغيرة إن هي تعمل لنا التحليل بتاع مخزون التبويض لما ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بيتكرم علينا ويحصل حمل في الفئات السنية الأكبر شوية اللي بتكون عادة فوق سن السبعة وتلاتين للأسف إنه المشكلة عند الستات دول ما بتبقاش بس النوعية أو العدد لكن كمان إن بيكون في زيادة في فرص لقدر الله وجود مشاكل وراثية في الأطفال اللي أمهاتهم بتكون أقل من سبعة وتلاتين سنة فبننصح كل السيدات لما ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليهم فوق سن السبعة وتلاتين إن هم يعملوا بشكل روتيني جداً التحليل بتاعة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية في الأجنة لأن دي بتكون حاجة مفيدة جداً للسيدات اللي في الفئة العمرية اللي هي أكتر من سبعة وتلاتين سنة في نفس الوقت برضو بيكون علينا إن احنا نتابع الحامل بتاعهم بشكل دوري أكتر أو نتابع الحامل بتاعهم أكتر بكتير من الحالات العادية بحيث إنه لو لقدر الله حصد أي مشكلة في أي وقت نقدر نكتشف المشاكل بدري جداً ونحاول إن احنا نعالجها بحيث إن هي لقدر الله ما تتحولش لي مشاكل أكبر طبعاً كل السيدات اللي هو بيكون السنة بتاعهم أكتر من سبعة وتلاتين سنة بدن نصحهم دايماً إن هما يولدوا فيه مستشفيات مجهزة نسبياً لجميع أنواع الولادات سواء كانت ولدات طبيعية أو ولدات قيصرية وفي نفس الوقت وجود طأمة من دا كثرة الأطفال اللي يقدروا يتعاملوا مع الأطفال أو ما يتولدوا هلنرجع نكمل كلامنا تاني لكن بعد ما ناخد الاتصال هاتفي مدام أمه الحور وعليكم السلام وحطور كيات وأهلا وسعلا يا مدام الله يسلامك أنا أم عندي أربع بنات تمام بسم الله وإن شاء الله يعني بفكر يعني لو في فرصة يعني لتحديد نوع الجن أيوة ديت ممكن ولا مش ممكن ولا فيها أي مشاكل تمام في أي سألة تانية عند حرك شكراً طب يا ريت حاجة تسمعي الإجابة من التلفزيون طبعاً إحنا رحيا فيه الموضوع بتاع التحديد بتاع جنس الجنين زي ما كنا يمكن تكلمنا عليه في حلقة سابقة وفي بعض الأوقات اللي تساعدنا فيها على الموضوع دا من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفي أوقات كتيرة جداً كان الزوجين بيحاولوا إن هما يختاروا الجنس بتاع الجنين أو نوع الجنين سواء بعض الأزواج يفضلوا البنات أو بعض الأزواج يفضلوا الأولاد الحاجات اللي هي بتتوصف بشكل ممكن نتكلم عليه لأنه هو شكل شعبي أو بلدي أو كده الحاجات دي كلها لما تعمل عليها بخوص ودراسات ملقناش إن هي بتساعدنا على تحديد جنس الجنين الحاجة الوحيدة اللي مؤكد إن هي بتساعدنا على تحديد جنس الجنين هي إن احنا نعمل حقن مجهري ونعمل زيادة على الحقن المجهري إن احنا نكشف على نوع الخلايا اللي بوجود داخل الأجنة اللي تم تخصبها ونختار الأجنة اللي هي فيها أولاد أو فيها الخلايا بتاعة الزكور عشان ننقلها للسيدات دول وأنا استبعت تماماً الخلايا اللي هي بتاعة الإناس من عملية النقل الحقيقة إنه الحقن المجهري في الحالات اللي هي بتكون خلفت قبل كده أكتر من مرة عادة بتكون إن شاء الله نتائجه كويسة النقطة الوحيدة في الموضوع بتاع تحديد جنس الجنين هو إن هو خطوة مكلفة نسبياً يعني تكلفة الاختيار دي بتزود جداً من تكاليف الحقن المجهري لكن هي حاجة موجودة وبقت موجودة في معظم المراكز بتاعة الحقن المجهري داخل مصر الحمد لله معنا تصالها تفي تاني مدام مونة ألو ألو مساء الخير مساء النور يا فن لو سمحت يا الدفتر أنا عندي تكاييسات أنا متجوزة بقى لي سبعة شهور أيوة عمر حريكاً دي مدام مونة سبعة شهور عمركاً دي سنكاً دي عندك كم سنة 23 سنة 23 سنة تمام 23 تمام بس خدت 10 حقن منصف أيوة ولسه البريوت لسه جاية لي يعني هي متأخرت ثلاث شهور تمام وهي دايما متتأخر كده يا مدام مونة أنا زبطتها الأول يعني هي الأول ما كانتش مضبوطة زبطتها ورجعت لما خدت الحقن المنصف تأخرت تاني يعني اتكرنا اني في حامله كده تمام وتأخرت ثلاث شهور لكن هي كان بتتضبط بس على العلاج اللي حراج بتاخديه ولا كانت بعد ما بتبطلي العلاج كمان بتبقى مضبوطة نسمى حضرتك طيب هل لما حراج كنتي بتبطلي العلاج بتاع تثبيت الدورة ده كانت بتتضبط ولا كان لازم تاخدي علاج عشان تتضبط بتاع تحضرتك موجودة بشكل كويس أربع خروم في كل مبيض وبعد كده ندي السيدات دول التنشيط بتاع التبويض وبيكون في زيادة في فرص الاستجابة للمنشطات لمدة حوالي تسع شهور أو سنة بعد عملية الكي دي لكن دي عملية ما بنخترهاش إلا لبعض الحالات مش لكل الحالات اللي عندها تكييسات في المبايد لأن الأغلبية كبيرة جدا من الحالات بتاع تكييسات المبايد بتستجيب بشكل ممتاز للتنشيط بتاع التبويض ونبقاش محتاجين أن نعمل لها العملية دي إلا لما نلاقي فيها علامات معينة في الأشعة التلفزيونية أو نلاقي أن الاستجابة متوسطة شوية أو نلاقي أن السيدة ما بتاخدش العلاج بتاعها لعدم قدرتها على أن هي تنتظم في العلاج وللأسف في بعض المرضى بتاعنا اللي ما بيقدروش ينتظموا على العلاج لدرجة نحن بنتطر أن نعمل لهم النوع ده من عملية التسقيب بتاعة المبايد عشان نزود فرص الاستجابة لمنشطات التبويض نرجع نكمل كلامنا مرة تانية على الفرص بتاعة الحمل والحمل فيه السن اللي هو ممكن يكون زايد شوية زي ما قلنا أنه متابعة الحمل فيه الحالات دي لازم تكون أكتر شوية من الحالات العادية علشان نقدر نضمن أنه لقدر الله في حالة اكتشاف أي مشكلة من أي نوع يعني بنتدخل بشكل سريع شوية عن الحالات العادية على أساس طبعا أنه السن بتاع الأم ممكن يخلي فيه زيادة فيه فرص المشاكل فلازم دايما نكون متابعانهم كويس جدا علشان نتفادى وجود مشاكل من أي نوع الحقيقة أنه على عكس السيدات الحقيقة أنه سن الزوج من الحاجات اللي ما بتفرقش كتير فيه التحاليل بتاعة السائل المنوي أو فيه فرص الحمل أو الإنجاب بتاعة الزوجة اللي متزوجة من زوج سنه كبير شوية ويمكن ربنا سبحانه وتعالى مخلي الرجال يقدروا يحتفظوا بالخصوبة بتاعتهم لأعمار سنية متقدمة جدا ممكن تكون 70 أو 80 سنة حتى وبيكون لازال فيه قدرة على أنه الحالات المنوية تكون ممتازة الأزواج اللي بيكونوا عمرهم أكبر شوية في بعض الأوقات بتبقى المشكلة بتاعتهم مش مشكلة التحاليل بتاعة السائل المنوي لكن بتكون المشكلة اللي عندهم هي القدرة على وجود يعني سواء رغبة في العلاقة الزوجية أو القدرة على الاستمرارية أو تكرار ده بحيث أن احنا نزود إن شاء الله من فرص الحمل عند الزوجة أنا ساعدت جدا بالاتصالات الهاتفية اللي جات لنا في الحلقة بتاعتنا وساعدت بأن أنا التقيت مع حضراتكم في الموضوع بتاعة الحلقة أتمنى إن شاء الله أنه زي النهاردة من الأسبوع الجاي ألتقي بي حضراتكم علشان نناقش موضوع تاني من المواضيع بتاعة أمراض النساء والولادة أنا دكتور وايل صالح وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي على خير وأترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه علاجات كتيرة هرمونات ممكن إننا نستخدمها علشان نعالج الورم الليفي من غير حتى ما نلجع للمنزار لكن إذا اضطرنا إننا نعمل جراحة ففيه أكتر من طريقة للمنزار سواء إذا كان منزار رحمي أو منزار من البطن وده بيعتمد على حجم الورم الليفي وعلى مكانه داخل الرحم ألف مجدوك إن أنت حامل المفروض نتابع الحمل بتاعنا بشكل دقيق فيه أكتر من سونار المفروض يتعاملوا في الحمل لكن قبل ما نوصل للسونار لازم إننا نوح للدكتور بانتظام بداية من قبل ما نعرف إننا نحن حاملين ومرة كل شهر لغاية أول الشهر التامن وبعد كنا مرة كل أسبوعين إحنا محتاجين على أقل ثلاث سونارات أساسية في الحمل سونار عند حوالي عشر أسابيع علشان نشوف العمر بتاع الجنين ونتأكد إن ما فيش عيون خلقية سونار تاني عند حوالي خمس شهور وده بنقدر نعرف منه تفاصيل الجنين ونتأكد إن ما فيش أي عيون خلقية وبعد كده على الأقل سونار تالت عند حوالي سبعة أو ثمان شهور علشان نتأكد إن الجنين الحمد لله بينموا بشكل كويس ممكن نحتاج سونار تانية وده بيعتمد على إذا كان فيه لقدر الله مشاكل ولا لا لأنه إحنا عندنا جاء أجهزة سونار في العيادات ونقدر نعملها في كل زيارة طبعا ده على حسب الاحتياجي تلقيها الصناعي طريقة بسيطة علشان نساعد الإنجاب تلقيها الصناعي بيبقى فيه تركيز للسائل المنوي اللي بعد كده بيتحين داخل الرحم الحامل المجهري بيتطلب تحضير أكتر دقة للسيدة قبل ما نعمل لها عملية الحامل المجهري وبتتطلب شفط البويضات بالبنج وبعد كده ما أعمل أجنة على أحدث مستوى على شان الإخصاب يحصل فيه قبل ما ننقل البويضات المخصبة داخل الرحم إن شاء الله نحن في زورياتي هنا بنتميز بأن عندنا فريق طبي متكامل بيقدم خدمات النساء والذكورة العلاج عندنا بأحدى سطور العلاج وكمان فيه سهولة للوصول لمكان زورياتي احنا قريبين من أبو الريش من كلية الصيدلة وكمان على كونيش المعجي أهم حاجة عندنا في الجسم حاجة اسمها دورة الهرمونات موضوع اختيار جنس الجنين الآي جي جي دي يا مدام معناها أنه أنت من زمان أوي كان جالك الفيروس بأننا نكل أسبوعي ذورياتي رب جعلني مقيمة صراتي ومن ذورياتي ربنا وأتقبل دعاء برنامج ذورياتي يأتيكم الثلاثاء الخامس مساء للتواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قولها يا ربي من قلبك تداوي بالأمل جرحك طبيبك جاي يوصف لك يشاركك بالشفى فرحك مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وحلقة جديدة وطبيب الناس مشاهدي الكرام في الحلقة السابقة فتحنا ملف هام جدا وساخن جدا ملف فيروسي اللي سميناه القاتل الصامت حسب الإحصائيات الدولية ونظمة الصحة العالمية هنتكلم على إحصائيات في منتهى الخطورة 300 مليون شخص يواجهون الموتى بسبب فيروسي يبوت منهم 20 مليون مواطن سنويا في العالم العربي النزل عامة في السعودية مثلا 1.3% في السودان 1.9% وفي اليمن 2.4% أعلى نسبة انتشار في العالم لفيروسي في جمهورية مصر العربية 25% يعني واحد من كل أربعة مصاب بفيروسي وفقا لإحصائيات بقى الاتحاد الأوروبي للأمراض المستوطنة ومنظمة الصحة العالمية كمان بيقولوا ان في 11 مليون مصري يعانون من الالتهاب الكابدي الوبائي عندنا في مصر الجمعية العامة أو الجمعية المصرية للفيروسات الكابدية بتقول انهم 14 مليون أعلن عمر حلمي وزير الصحة والسكان المصري أن المصابين بفيروسات كابدية في مصر يمثلون 10% من عدد السكان وذلك لأخطاء المؤسسات الصحية في مصر حتى عام 1990 مؤكدا أن مريض فيروسي المصري هو المريض الوحيد في العالم وخلي بالكم معايا الذي ليس له أي دخل في إصاباته بالعدوى يعني هو مصاب بالعدوى بدون أي تدخل منه وده طبعا يعني مريض مظلوم وللأسف تحول مجتمعنا المصري إلى 70 مليون طبيب قرروا عزل مريض فيروسي عن الحياة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الخبر اللي تناولته وسائل الصحف المصرية عن حرمان أب من حضانة ابنته لأنه مصاب بفيروسي وأن النيابة أجبرته على تسليم ابنته بناء على أوراق قدمتها الأم تثبت أن الأب عنده فيروسي يعني خده منه فلزة كابده والفيروس كمان بينهي على الكابد نهائي الصفر مريض فيروسي ممنوع من الصفر ممنوع لو يروح دولة عربية يكون فيها نفسه أو يشتغل ممنوع من حق الزواج فهل فعلا مريض فيروسي بإمكانه أن يعيش هل ممكن أن يتعايش مع أسرته وأقاربه هل يمنع من الزواج والصفر هل ممكن علاجه نهائيا دون عودة للمرض أسئلة هامة حول الجديد في علاج فيروسي يجيب عليها دكتور أحمد أبو النصر دراسات عليا في النباتات الطبية وهو عضو المجلس الأمريكي للعلاج بالنباتات الطبية وعضو الجامعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل الطبية ويدير مراكزه الطبية العلاجية بالقاهرة والمحافظات أرحب بيك مرة تالية دكتور أحمد أسلام بيك يا سماء ويمكن الحلقة اللي فاتت اتخذت لها في سرعة ملحقناش يعني نقعد معك ويمكن انت بشرتنا بشرة ان علاج فيروسي يمثل 90% يعني انت